هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع السلام عليكم عزيزي المشاهد حياك الله في مقطع جديد من لعبة الدا الرنج هذه القدور يا اخوان جدا مهمة في لعبة الدا الرنج وانا متأكد ان كثير منكم ما يعرف مفعولها او فوايدها فحبيت اني اغطي كذا مقطع عن بعض الايتمات المهمة زي كذا وليحس انها مسحوب عليها صدقني راح يخدمونك في مواقف كثيرة حطريلك اياها بعد شوي ويغيرون طريقة لعبك القدور هذي مثل ما تشوفوني اخوان لها انواع كثيرة واذا استخدمتها صح يعني عرفت نقاط طاعف مثلا بعض البوسز او بعض الانميز راح تسهل عليك اللعبها بشكل كبير خصوصا ان في انواع كثيرة منها الفاير بوت منها القلينستون فاير بوت ومنها الماجيك وفيه منها اللايتينج وفيه منها الهولي ومنها قدر معباب السموم ممكن انتو الردي الان لو تدخل الاتمات عندك راح تحصل تاب كامل مخصص للكرافتينج او ثروينج بوتس بتحصل منها الاويل السورم بوت يعني الكرست بلد بوت اللي يسبب لك البلد لوز انواع كثير اخوان بشكل ما تتصورون فضروري جدا ان الواحد صراحة يعطيهم وجه ويستخدمهم في اللعبة بعض رحيان ممكن البلد حقك ما يخدمك انك تسوي بعض الافكتات او شي فهذا الامور راح تخدمك فلها مميزات جدا كبيرة غير كذا فيها مميزات ثانية مثلا السمون يوم تستدعي السمون ويروحون يتوجهون لشخص ثاني ما هو الشخص اللي يودك يقاتلونه انا متأكد ان كثير منكم شاف البراميل هذه حق النيراني وكم استخدمتوها فاذا حذفت الفاير او قدر النار هذا فيها راح تنفجر وتفجر كل اللي حوالينها غير كذا راح تفك ازمة ضد بعض الانميز مثل الاصابع المزعجة اكيد اغلبكم متنعرفز منها ومن اجمل القدور اللي هي قدر التنويم مجرد ما ترمي هذا السليبنك بوت راح ينام الانمي وممكن تنفذ عليها الكريتكال ومثل ما قلت غير التنويم عندك البليد افكت فممكن اذا حتى البلد تبعك مش بليد ممكن انك ترمي هذا البليد افكت وراح تسبب النزيف او البليد افكت مثلا عندك اللايتينج واللي يذكرني بالنقطة اللي ذكرتها من قبل اذا كانت الاجواء مطر اللايتينج دماج يكون متضاعف او يزيد يعني فممكن انك تستخدم هذا البوت في هذاك الوقت ويكون له تأثير جدا قوي غير كذا عندك بعض القوست اللي يطلعون ممكن تستخدم عليهم الهولي واللي راح يمنعه من انه يعيش او يرشبن مرة ثانية فهذه الشغلات جدا حلوبة مهمة ما ودي انها تفوتك غير كذا لو حبيت انك تستخدمها انصحك انك تستخدم الهلمت اللي هو الجار اللي مكتوب بوصفه انه يسوي البوست للباور اوف ثروينغ بوتس غير كذا عندكم الشامبيون جار وهذا ترزمن ممكن انك تستخدمها يعني تلبس الهلمت وتستخدم هذا الشامبيون جار كترزمن وتستفيد بشكل اكبر من هذه القدور طبعا مثل ما ذكرت انه ممكن حاليا عندك الكثير من هذا البوتس اللي ممكن تستخدمهم غير كذا اذا كنت تسويهم واذكر جاني سؤال عن الكوك بوك وش فايدته طبعا كل واحد له فايدة وهي بشكل عام دائما نفس ما تقول وصفات هذه الكوك بيك انها تعطيك الامكانية انك تصنع بعض الايتمات ممكن انك تدخل على الوصف تبعه وتشوف وش يعطيك هذا اذا لقيته او شتريته من عند التاجر فمثلا عندك الفيفور كوك بوك هذا يعطيك ميزة السليب اللي كنا نتكلم عليها قبل شوي غير كذا راح تقدر تشوف الريكوايرد ايتم او الشغلات اللي تحتاجها عشان تصنع هذه الامور سواء كان البوتس او اي كوك بوك اللي يعطيك وصفته فمثلا نحن نحن ماسكين السليب بوتس كمثال يطلب المشروم او المشروم وترينا شغلتين طالبهم وتحت كل واحد منهم تلقى كاتب لك بالوصف وين ممكن انك تلقاهم او الاماكن اللي موجود فيها هذا الشيء بكثرة ما هو بحصرا على المكان اللي مكتوب لا لكن هنا موجود هذا الايتم بزيادة غير كذا ممكن اكتب لك اكسيدنلي او اكستريملي رير توفايند يعني جدا نادر لكن ما في شيء يسمح نادر تكتب اسم الايتم باليوتيوب ومورك طيبة غير كذا عشان تزيد دمج او تطور هذا السليب بوت بشكل اكبر لازم انك تشوف الاتربيوت سكيلينغ مثل نظام الاسلحة هنا يقول لك مثلا سليب بوت عشان تطوره لازم انك تطور الاركين المهم اللي يهمك ان السكيلينغ هذا يكون معايش السكيلينغ طبعا هو تناسق السلاح او فاعلية السلاح تتأثر بايش فممكن تحصل شغلتين سلينغ ثو الدكس مثل موضوع الفاير بوت المهم اخوان عندك انواع كثيرة من القدور هذه عندك الكراكت وعندك الريتشول وعندك النوع الثالث اللي هو الروبت فلاي بوت الكراكت هي العادية اللي ممكن ترميها او ممكن تسوي لك على تارغت معين اما النوع الثاني اللي هو الريتشول نفس الشيء بس اللهم الفرق ان الدمج يكون اقوى بشيء بسيط والاجمل منهم اللي هو النوع الثالث اللي هو الروبت فلاي بوت المقصد منه انك ترميه يعني وان تركض راح يفيدك بشكل كبير اذا كانوا يلاحقونك مثلا الانميز مثلا الكلاب او الطيور فرح ترميه وينفجر عليهم طبعا ضروري ملاحظة مهمة انه يكون معاك الكراكت بوت والريتشول بوت حتى انك تقدر تسوي هذا الانواع من القدور والكراكت عادتا يجيب لك نفس التعويذات مثل عندك السورم بوت اما الريتشول بوت مثل ما تشوفون هذا عندكم الكيرست بلد بوت هذا المزين او ديكوريتد with the crest of lord of blood غير كذا يهمنا بالوصف ان المكتوب يأثر ان السمن او الاشباح اللي تستدعيهم بالجرس يصيرون متوجهين للشخص اللي ترميه عليها هذا البوت غير كذا راح يكون مفعول اللعنة الدموية هذه تحقب موق متأثرين فيه ويصير الدمج عليهم اكبر اما بالنسبة للعداد او الكمية اللي ممكن تحصل عليها اذا انك لقيتهم في العالم او اشترته اه 20 حبة ممكن انه يكون عندك 20 من هذا الكراكت بوت اما الريتشول عددهم 10 اذا لقيتهم او اشترتهم وهذا الهلمت راح تلقاه من الكوست لاين تبع جار مثل ما تشوفون هذا الهلمت مكتوب made by pride by iron fist lexander يعني مصنوع بكل فخر فعشان تلقاه لازم انك تخلص الكوست لاين تبع lexander واللي راح يزيد لك بنسبة حول 15 الى 20 بالمية من الدمج او فاعلية البوتس اللي تستخدمهم وراح تلقاه هذا البوتس قريب من see the water او grace point اللي اسمها see the water terminus وسيدخل فيه اللهب وعلى اساس انه يهيل نفسه وهناك وينما تلقى الهلمت هذا والجار تلزمن نفس الكلام لازم انك تخلص الجار برق كوست لاين بعد ما تخلص هذه السايد كوستات ممكن انك تحصل على هذه الايتمات المهمة وهذه من اجمل الشغلات اللي بلد الرنق انها شغلات جدا مرتبطة نفس السايد كوستات اللي شرحتها من قبل دايما وانا شرح القى شي مرتبط بشي مثل قصة الريبيرث اللي تكلمت عليها في مقطع لارفل تير المهم يا اخوان اتمنى ان المقطع نلع الجابكم واتمنى اني حمستكم انكم تستخدمون هذه الايتمات لا تنسوني باللايك واشكر من تسمين القناة وشكر موصول لكل من دعمني باللايك وكومنت وشير ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته